بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله قبل ما نبدأ تنطلب الله سبحانه وتعالى يحميكم إلى حطتنا لايك وعونتنا وحطتوا طاقة إيجابية بلي لايك باش يشوفوا أكبر عدد وصفة الربانية هما نافعين للناس لمراض أو الناس اللي عندهم السحر أو الناس اللي عندهم عين إذن ما نطولت لكم ونعطيكم هالسيغة اللي جبت لكم علاج رباني اللي تدوه به الرقات أو تيعالجوا به الرقات ولكن أغلبية ما تحطوش لأنه تخدموا به في المقر اللي تكونوا فيه أو تيعطوه للناس باش يعالجوا نفسهم بنفسهم يعالجوا نفسهم في البيت غادي نعطيه لكم هاد هاد الخليط الرائع أو تشليلة رائعة اللي غادي ديروها كل أسبوع مرة واحدة كل أسبوع انتو ما غادي تحافظوا على الوقت الوقت اللي درتها يوم الأحد مع العصر نديرها مع العصر درتها مع الضهر نديرها مع الضهر إذن عندك من الفجر حتى العصر هذا هو التوقيت ديال الغسل اللي غادي تغسلي الجسد ديالك من التوابع اللي عندك توابع اللي مقفى لك حالك التوابع اللي عطيك إشارات ديال توقيف الحال أو توابع ديال العين والحسد اللي عندك طاقة طاقة سلبية في الجسد ديالك ديال لك مشاكل في العمل عطيك طاقة سقوط الشعر عطيك طاقة ديال خمول دائما ما تقدريش تدري التحاجة عندك طاقة ديال أنك دائما ما نجحف التحاجة تتشوفي راسك دائما ما عندكش حدود مع الناس دائما تتحسي براسك عندك طاقة البؤس لأنها جاءتك من السحر أو هذيك العين اللي صارتك وعطاتك طاقة العقد العقد اللي جوك في المعدة واعطاوك وحطاقة الخمول ودائما الناس اللي عندهم عقد في المعدة ما تقدروا شي يأكلوا تيجيهم نحافة قوية تولي عندهم غتيان دائما غتيان ما بين الأوقات أو البنت اللي تتكون فيها العادة الشهرية ولكن تتجيها القرينة هذه القرينة لسببها التابعة التابعة هي متبوعة من ناس معروفين أو في العمل أو من الأسرة أو من العائلة تابعة التابعة هي تقدري تورتيها على الأم ديالك أو تورتيها على الأب ديالك أو أنت تتفشي الأسرار ديالك وتتبعي على هذك الأمور ديالك وتتولي عندك تابعة من الإنس والجين إذن الناس اللي بغين يحاولوا أنهم يعالجوا نفسهم الكتمان وقراءة القرآن والتسبيح وإنسان يذكر الله جيدا بالأسماء الله الحسنى ما أجمل هذه الصغيرة أخذتي واحدة صغيرة من القرآن الكريم مع أسم أو وجوج أسماء ديال أسماء الله الحسنى يا لطيف يا عزيز يا قوي أخذوا ما شئتم من أسماء الله الحسنى لأنهم طاقة إيجابية سبحان الله العظيم تعاونك الله على كل الأمور إذن أول حاجة الناس اللي بغينها تشليل لطرد الموانع أو طرد العقد من الجسد لسبب الحسد أو سبب العين أو سبب طاقة جاتك لما عرفتي مشتي العرس وجبتي هذه الطاقة لأن الأعراس يوقع فيهم العين الحسد السحر المرشوش تأثر على البنت بعد الأحيان كيلي تيجي العرس ترش سحر وهذاك السحر تقدر إنسان يتقطاه ويقدر يأثر على هذاك الإنسان اللي يجي ضيف العرس إذن تابهوا دائما الوقت لنكون غادل أي عرس خاصني انهز معي الفاصوخ في الرجلين الفاصوخ في الرجلية على أساس إبطال السحر المرشوش الأعراز أغلبية تترشوا فيهم أسحار تبغيوا يخصروا هذك العرس بعد الناس اللي تكونوا حاقدين على العريس أو حاقدين على العروس تبغيوا يخصروا هذك العرس يديروا أسحار مرشوشة ويقدر الإنسان يتخطاها ويأثر عليه هذك السحر إذن أحبابي لطولت عليكم من صالحكم تسمعوا هذك شيء باش تاخدوا فوائد نحط الوصفة ولكن ما نعطيكم شنواصح أو ما نعطيكم شنصيحة غادي ما تستفدوا التحاجة أنا عندي أجر أعطيكم هذك الطاقة باش تعرفوا علاش يده هذك شيء وعلاش غادي نديروا هذك الوصفة إذن تليلة ديال السحر المرشوش أو السحر الخمول أو السحر التمريد أو أي سحر أو أي سحر غادي تبطليه غير بآية وحدة مع هذه العشفة مع خلطفح إن شاء الله بحول الله غادي ناخد واحد سطل الماء كنت غادي نديروا كنت غادي نديروا يوم الأحد غادي نوجدوا في ليلة الأحد هي السبت بالليل غادي نوجد واحد سطل الماء يكون غير من الصنبور أو إذا كان عندكم ماء الشتاء مزيان كان عندكم ماء البيرر مزيان إذن غادي نحاول ناخد هاد المكون المكون الرائع الفيجل هاد الفيجل هو من أخطر من أخطر العشوب اللي كينين اللي تطردوا الموانع من الجسد كان عندك سحر كان عندك مانع كانت عندك عقد في الجسد كان عندك أي عارض مؤثر لك تيحمس عليك الإنجاب أو تيحبس عليك الزواج أو تيحبس عليك معاشرة الزوج ديالك إن كينين بعد كينين بعد الناس اللي منوعين من الأزواج ديالهم متتكونش عندهم حتى المعاشرة لأن هادك العارض مانعها من الزوج دياله إذن هاد الفيجل أو السداب هو من أخطر العشوب اللي تعالجوا بمروقات ولكن تما حاولوا اتخذوا الفيجل اللي يكون مفيش أعواد يكون بحلقة عن تما ما يكونش في أعواد يكون يكون جديد ويكون زيان غادي ناخد المسك هناخد المسك المسك قطعة صغيرة غادي نبشرها بالموشرة أو نحاول أنني نمرك عليها بحلقة حتى تعطيني واحد طاقة ديال طاقة إيجابية في الماء غادي ناخد خل التفاح خل التفاح اللي غادي إن شاء الله ندير واحد ربع كاس ديال خل التفاح أنتما خل التفاح غادي ناخد أربع كاس إذن الخليط وجد ولكن غادي نقرع عليه هاد القراءة لأنني غادي نحتاج أنني نحطه في سطح البيس إذن غادي نوضع اليد ديالي ونقرأ ونفت نقرأ ونفت وأنا سنحرك وتنخلط تنحرك وتنخلط بحلقة وأنا سنقرأ أعود بالله من الشيطان الرجيم ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى غادي نقرها 31 مرة ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى غادي نقرها على ماء ونشربها ثلاث أيام وغادي نقرها 31 مرة على هذا المحلول ديال الفجل ماء الخل خل التفاح أو لي ما عندوش خل التفاح يقدر يدير خل طعام وقطعة مسك المسك ضروري في هذا الوصفة وغادي نكمل 31 نقول اللهم بطل عن فلانا بنت فلانا إلا كانوا مجموعة غادي يغسلوا بهذا الماء الدكري الأسماء ديالهم الدكري الأسماء ديالهم اللهم بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار وما فيها من أنوار اللهم نور طريقي وابطل عني السحر إن كان السحر وإن كان تابعة اللهم بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من نور وأنوار أن تنور طريقي وتبطل عني جميع التوابع إن كان السحر وإن كان التابعة وإن كان تعين حاقدة وإن كان حسد اللهم بطل عليه اللهم بطل عني هذا السحر المعمول لي إن كان سحر تمريد وإن كان سحر التعطيل وإن كان أتبقى الدكري الحويج اللي معطلين عندك في الجسد ديالك عندك طاقة سلبية عندك عندك سحر عندك سحر تمريد عندك أي حاجة غادي تدكرها بإذن الله لأنك غادي تنفتي على هذا الماء وتبقى تنفتي حتى تكملين 31 مرة ولكن عندك الدعاء 7 مرات والدكري المشاكل اللي عندك في الجسد ديالك أما الماء تخذ قنينة الماء وتحاولي أنك تقريح لها 31 مرة كل يوم تتوجد هذه القرعة قنينة توجدها في الليل وتبقى تشربي مدة ثلاث أيام ولا يفلح الساحر حيث أتى آية خطيرة جدا اللهم بطل السحر عن فلانة بنت فلانة بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار وما فيها من أنوار أن تبطل عني جميع التوابع إن كان السحر وإن كان التابعة اللهم بطلها عني إذن غادي إن شاء الله بحول الله وقوته تحاولي أنك تطلعيه لسطح البيت ليلة الأحد اللي التي تعمي به مع الظهر غادي تهوديه قبل قبل طلوع الشمش وغادي إن شاء الله تصفيه غادي تصفيه وتأخديه غير الماء وغادي هذا المكون غادي توضعيه في الضل لأنك غادي تبخري به ثلاث أيام ومن بعد هذا الماء غادي تغسلي به مرة واحدة في أي يوم بغيتي ولكن ما بين الظهر والعصر والصبح والفجر هذو ما الأوقات ولكن الماء تدخلي واحد الوعاء إلى الغرفة ديالك وتحاولي تجمعي هذا الماء وهذاك الماء تلوحيه في مكان عاشب لأنه مقرع ليه القرآن الكريم هذه آية من القرآن الكريم تلوحيه في مكان عاشب لأن المكان العاشب غادي ترمي فيه هذا الماء اللي طهرت به الجسد ديالك وحيتي التابعة ديالك وحيتي الموانع إذن أحبابي إلى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك ما تنسوناش بالبارتاج وحاولوا أنكم دعموا هذه القناة الله يجزيكم بخير وتنطلب رجاء منكم ما تنسوش اللي لايك باش تعاونونا وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته